بيبدأ الفيلم مع كيم وهي بتسجل فيديو ليها علشان يساعدها في شغلها وده لإنها بتشتغل مصممة أزياء وبتعمل فيديوهات علشان تعلن عن الستوديو بتاعها وبعد ما بتخلص بتركب العربية مع جوزها جون وبيكونوا رايحين حفلة تابعة الشغلة عنده وفي الطريق بيعرفها جون إن فيه واحد جديد جه الشركة اسمه ماتس وده واحد شاطر جدا وقدر في وقته صغير يعمل مبيعات كويسة للشركة ده غير إن طريقته حلوة والناس كلها بتحبه وكيم بتقول جون إنها وثقة فيه وإنه أكيد أشطر منه وأرقامه أحسن في المبيعات منه وجون بيقول لها إنه نفسه يبقى زيه في طريقة كلامه ولبسه والعلاقات بتاعته وكل حاجة وبعد شوية بيوصلوا على مكان الحفلة وبيقابلوا روب مسؤول الـ HR وبيسلم على كيم وبيكون واضح إن كيم هي اللي بتساعده في اختيار اللبس وبتقوله يعدي عليها في الستوديو علشان تعمله طاقم جديد بعدها بتسأله عن الشخص الجديد واللي اسمه ماتس لإنها ما شافتهش قبل كده وروب بيقول لها أنت تقصدي جرانت لأن ماتس ده اسم شهرة وبيشاور لها عليه وكيم لما بتشوف جرانت بتتصدم وبتكون مش عارفة تعمل إيه لكن جون بينادي عليها وبيقول لها إنه عايز يعرفها على جرانت وبيقول لها هو ده بقى الراجل الخارق اللي أنا حكيت لك عنه وكيم بيكون واضح عليها التوتر وبتقول لجون إنهم لازم يدوروا على المدير التنفيذي ويسلموا عليه علشان لو يتأخروا هتعتبر إيه اللي تزوق بعدها بتروح كيم تقف لوحدها وبتلاقي جرانت جاي يقف جنبها وبيسألها أنت قلت لجون عننا ولا لأ وبنعرف إن جرانت يبقى حبيب كيم السابق وإنهم كانوا مرتبطين ببعض فترة قبل ما تتجوز جون وكيم بتقوله إنه كان صفحة من الماضي بالنسبة لها وهي عايزة تخلي الماضي للماضي ومش عايزة تفتح الموضوع ده تاني وبعد كلامها ده جرانت بيمشي وبيقول لها إن هما هيتقابلوا مرة تانية وبنشوف بعد كده تاني يوم الصبح وجون بيلبس علشان ينزل الشغل وبيقيس البلايزر اللي كيم اشتريته وهي بتقوله شكله حلوة قوي عليك فبيقول لها جون أن جرانت عنده واحد شبهه بالضبط علشان كده هو موافق يلبسه وبعد شوية بتنزل كيم علشان تتكلم مع ريفن المساعدة بتاعتها في الستوديو وبتقول لها إن فيه واحد جديد اشتغل مع جون وبتعرفها إن الشخص ده يبقى جرانت وريفن بتكون عارفة حكاية جرانت كلها وبتسألها قالت لجون ولا لسه وكان بتقول لها لسه بعد كده بنشوف جون في الشغل وهو بيحاول يقلت جرانت في كل حاجة سواء القعدة أو طريقة الكلام أو حركة القلم لحد ما بييجي روبو بيسأله عن مكان الستوديو الجديد بتاع كيم علشان يروح لها ولما بيقوله جون على العنوان بيسمعهم جرانت وبيقوم وبيقول إن عنده مشوار وبيروح على عنوان الستوديو بتاع كيم بسرعة وفي الأول بيقول لها إنه جاي علشان ييز بدلة جديدة لكن بعد كده بيقول لها إنه لسه بيحبها وإن هي اللي بعدت عنه زمان وكانت شك فيه وبيقرب منها وفي الأول بتكون رفضة لكن بعد كده بتوافق وفي الوقت ده بيرجع جون من الشغل ولما بيقرب من الستوديو بيشوف كيم وهي واقفة مع جرانت وعمالين يهزروا ويتكلموا وبعد شوية بيرجع جون للبيت وبتكون طريقته مختلفة مع كيم وبيفضل يسألها كانت فين النهاردة وبتعمل إيه طول اليوم وهي بتكون مستغربة وبتقوله إنها كان عندها اجتماعات وحاجات تبع الشغل وتاني يوم في الشغل بنشوف جون وهو متغير مع جرانت هو كمان وبيسأله لو كان مرتبط ولا لأ وجرانت بيقوله إنه مرتبط بوحدة زي الأمر وبيحبها وهي كمان بتحبه وبيفهم جون إنه أكيد جرانت بيتكلم عن كيم وبعد شوية بنشوف كيم وهي قاعدة في كافيه وبتتفاجئ إن جرانت دخل يشتري حاجة من جوه وبيستغرب من وجودها هنا وبيقول لها إنه طبيعي يبقى موجود في الكافيه ده لإن بيته جنبه على طول وبعدها بنشوفهم هما الاتنين عند جرانت في البيت لكن المرات دي كيم بتقف وبتقوله إنها مش راضي عن اللي حصل المرة اللي فاتت وحاسة إنها خانت جزها وهو بيحبها وبتطلب منه إن هما يعرفوه إنهم كانوا مرتبطين قبل الجواز وأكيد جون هيسمحها لإن ده كان قبل ما تعرفوا وبتقول جرانت ييجي البيت عندها النهار ده الساعة تمانية علشان يتكلموا مع جون وفعلا بيروح جرانت على البيت لكنهم بيكونوا قاعدين عادي وبيتكلموا عن الملابس والأزياء وبيوصل جون بعد كده وبتقوم كيم علشان تجيب لهم مشروب لكن جون بيكون متعصب جدا وبيقول لجرانت أنت بتعمل إيه هنا وجرانت بيقوله إنهم عايزين يتكلموا معاه في حاجة لكن جون مش بيديله فرصة وبيقوله إنه كان شاكك فيهم هما الاتنين وبيفضل يضرب في جرانت لحد ما بيوقعوا على الأرض وبيلف الكفية اللي لابسها حوالي الرقابته وبيفضل يشد فيها وكم بتكون سمع كل التكسير والضرب ده لكنها مش بتتحرك لحد ما بتسمع الصوت هدي وساعتها بتخرج وبتقول لجون إنت ليه عملت كده وقتلته وبتقوله إن جرانت كان جاي علشان بس يعرفك إننا كنا مرتبطين قبل ما عرفك ونتجوز وبتحط ودنها عند صدر جرانت علشان تسمع النبض وبتقول لجون إنه خلاص مات وبتطلب منه يطلع الدور اللي فوق بسرعة ويجيب لها الموبايل بتاعها علشان يلحقوا يتصرفوا في المصيبة دي وفعلاً بيجري جون على الدور اللي فوق وهو مرعوب ومتوتر وساعتها بتقرب كيم من جرانت وبتخبطه وبتطلع إن جرانت ليس تعايش لكنه مش قادر يتحرك وساعتها بتقوله كيم إنها سابته هو وجون يخلصوا على بعض وبتقوله لو كان جون هو اللي ما كانك هنا أنا كنت هعمل نفس اللي أنا بعمله دلوقتي ده وبتخرج دابوس من الشنطة بتاعتها وبتغرزه في عين جرانت وبتقوله أنت دلوقتي بتمثل خطر علي وبيفضل جرانت يتقلم لحد ما بيموت وبعد شوية بينزل جون وبيسألها هو مات ولا لأ فبتقوله كيم من نمات بس أنت ما تقلقش أنا مراتك وهحميك وبيكون كلامها كله معناه إن جون هو اللي موته وبعد شوية بيغطوا الجثة هما الاتنين وبيروحوا علشان يدفنوها في الحديقة الخلفية للبيت مع بعض وجارتهم ميجي بتشوفهم وبيكونوا خلصوا دفن وبتسمع صوتهم العالي وهم بيتكلموا مع بعض وبعد كده بيدخلوا البيت وكيم بتساعد جون أنه يتمالك أعصابه وبتقوله إن عربية جرانت ركنة بره ولازم تختفي من قدام البيت وكيم بتساعد جون إن هو يعرف مكان الركنة بتاعت جرانت في الجراش اللي موجودة عند بيته وبتديله عنوان البيت وكل حاجة وجون بيقول لها أنت عارفة كل المعلومات دي منين لكنها بتقوله مش وقته دلوقتي وبيكون جون خايف فبيسمع الكلام وبياخد العربية وبيوديها عند البيت وبيدخل البيت بتاع جرانت وبيفضل يتمشى فيه ويتفرج عليه لأنه كده كده معجب بجرانت وبطريقة عشته ونفسه يبقى زيه بعد كده بيرجع البيت تاني وكيم بتقوله إنها تاخد بطاقة المشتريات بتاعت جرانت علشان تعمل بيها معاملات بنكية أو تشتري أي حاجة من على الإنترنت علشان البنك ما يحسش بغيابه وهتاخد التليفون بتاعه علشان ترد على الرسائل والجروبات بتاعت الشغل والكلام ده بس دلوقتي هتكون المشكلة في الشغل نفسه وجون بيقول لها إنه معاه الباسورد بتاع الجهاز بتاع جرانت لأنه هو اللي مدربه على السيستم ده أصلا وكمان معاه رقم المبيعات بتاعه وهيتصرف وفعلا تاني يوم بيروح جون الشغل بدري قبل كل الموظفين وبيقلع البلايزر بتاعه اللي شبه بلايزر جرانت وبيحطه على مكتبه وبيفتح الكمبيوتر وبعدها بيرجع على مكتبه مرة تانية وكل محد يسأل على جرانت بيرد جون وبيقول لهم إنه كان لسه هنا وهتلاقيه قام يجيب حاجة وجاي بعد كده جون بيعمل اتصالات بالعملة وبيكمل شغل المبيعات عادي وبيقول لهم إن اسمه جرانت وده علشان يخلي شغل جرانت ماشي عادي ومحدش في الشركة يحس بحاجة وبنشوف بعد كده كيم وهي مسكة الموبايل بتاع جرانت وبتتوقع أن الباسورد هو رقم عيد ميلاده وفعلا بيفتح معاها وبعد شوية بييجي تليفون من واحدة سمع كارلا ولكن كيم ما بتردش عليها طبعا ولما كارلا بتتصل على جرانت وما بيردش بتبعث له رسائل صوتية وكيم بتفضل تسمع كل الرسائل دي وبعدها بتروحها لشان تقابل جون في كافية وبتقوله إنها عايزة يبقى جرانت جديد وهو كده كده كان معجب به وكان نفسه يبقى زيه وهي كانت تعرفه زمان علشان كده هتساعد جون في ده وبتقوله على طريقة المشي اللي بتعبر عن الثقة في النفس وستايل اللابس والوقفة وكل حاجة حتى الابتسامة وبتديه للكفاية بتاعت جرانت لإن هي اللي كانت جايبهله أصلا وفعلا بيبدأ جون يسمع كل التعليمات دي وكل حاجة بتتغير معاه وبيبدأ يلفت الانتباه في الشغل وفي كل مكان لدرجة إن ريفن مساعدة كيم بتعجب بيه لكن كيم بتزعق لها وبتنشيها وبتحذر جون لو عاكس المساعدة بتاعتها تاني بعدها بنشوف جون وهو في الشغل وبيتكلم مع إلمة اللي كانت معجبة بجرانت في المكتب لكنها دلوقتي بقت معجبة بجون بما إن جرانت مش بيظهر بعدها بييجي روب وبيتكلم مع جون وبيقوله إن في حركة تنقلات جديدة في الشركة وبيفكر جون إنه أساساً كان شغال في المختبر ولما المختبر اتقفل اتنقل لقسم المبيعات لكن دلوقتي الشركة بتفتح مختبر جديد وجون مترشح إنه يكون هو المدير الجديد في المختبر وخصوصاً بعد ما جون أظهر صفات قيادية في الفترة الأخيرة وبنشوف بعد كده كيم وهي مسكة موبايل جرانت وبتتكلم مع كارلا على أساس إنها جرانت وكارلا بتطلب منها إن هم يتقابلوا لإنه وحشها جداً لكن كيم بتفضل تخلق أعذار وتحاول تتهرب من المقابلة دي بأي شكل ولما بتحاول تقرب من جون وبتقولوا إنهم بقالهم كتير ما كانوش مع بعض بيرفضها جون وبيقول لها إنه مش هياخد الباقي من جرانت لإنه متأكد إنه حصل ما بينهم حاجة لما جرانت ظهر في حياتهم مرة تانية وكيم بتتدايق وبتدربه بالألم بعد اللي قاله ده بعدها بنشوف جون وهو في الشغل وبيتكلم مع ألمة وبتتصل بيه كيم وبتقوله إنهم لازم يتخلصوا من العربية في أسرع وقت لإن كارلا عمالة تكلمها على أساس إنها جرانت وبتقوله هتعمله مفاجأة وهتجيله البيت في يوم لكن جون بيكون مش فارق معاه وبيقول لكيم إن العربية دي مش مشكلة بالنسبة لي ولو عايزة تتخلص منها تتخلص هي بطريقتها وبيبان قد إيه جون تغير وبقى مبسوط بحياته الجديدة وفعلا بتحاول كيم إنها تسوق العربية وتمشي بيها في الشارع لحد ما تشوف ممكن تعمل إيه لكن لسوق حظها بتكون كارلا قاعدة في الكافيه اللي جنب بيت جرانت ولما بتشوف العربية بتكون فاكرة إن جرانت هو اللي فيها وبتطلع تجري وراء العربية لكنها بتشوف واحدة ستة هي اللي سيقاها واللي هي كيم بس كارلا مش بتقدر تتعرف عليها لإنها بتكون مغطية شعرها ولبس نظارة شمس كبيرة بعدها بترجع كيم على الستوديو بتاعها وبتقابل روب اللي بيكون جاي علشان يقس لبس جديد وبيتكلم معاها عن الشغل وأخبار جون وبيقول لها إن فيه حاجة غريبة في الموظف اللي اسمه جرانت وإنه ما بقاش يظهر زي الأول وبيقول لها بس عادي ويبيع ويحقق التارجد بتاعه علشان كده الشركة مش راضية تدايقه ومن الناحية التانية بنشوف جون وهو رايح البيت عند جرانت لكنه بيتفاجئ بكارلا وهي بتسأله انت مين وبتعمل ايه هنا وجون بيتوتر وبيقول لها إنه صديق جرانت ومعاه المفتاح علشان كان بييجي يجيب حاجات من البيت هنا ولما بتسأله عن مكان جرانت بيقول لها إن جرانت عايز يفركش معاها بقاله فترة لكنه محرج يقول لها علشان كده بيتهرب منها بالشكل ده وكارلا بتقوله إنها مش مصدقة لأنها كنت لسه بتتكلم معاه من فترة قريبة وبتطلق منه إنه هو يتصل بجرانت دلوقتي ويفتح لسبيكر وجون بيتوتر وبيكون مش عارف يتصرف لكنه بيقول لها حاضر وبيتصل وساعتها التليفون بيرن مع كيم وكيم بتفتح الخط وأول ما بتفتح بيقول لها جون انت عامل ايه يا جرانت فبتفهم إن فيه حد جنبه ومش بترضى تتكلم وبتفضل كارلا تنادي على جرانت وتقوله رد علي لكن كيم بتقلق وبتقفل الخط على طول وساعتها كارلا بتتدايق وبتطلب من جون يعرفها المكان اللي جرانت قاعد فيه لكن جون بيقول لها إنه ما يعرفش مكانه فين وهو بيغير أماكن كتير وبيحاول إن هو يهديها وبيقول لها إنها تستحق حد أحسن من جرانت لكنه لما بيقرب منها بتلاحظ إن جون لابس الكفية بتاعت جرانت وبتقوله إن دي الكفية المفضلة عنده وأكيد مش هيسلفها لحد وبتسيب الشقة وبتمشي بعدها بيرجع جون البيت وبيقابل ميتج جارته وبيعرف منها إن الحي هيعمل تعديلات على المنطقة السكنية بتاعتهم من الإسبوع اللي جاي وإن هما هيشيلوا الحديقة اللي ورا البيت علشان هيبنوا فيها بيت جديد ولما بيطلع جون بيقول لكيم على اللي حصل مع كارلا وبيعرفها على اللي ميتج قالته كمان وكان بتقوله إن هما لازم يتصرفوا في الموضوع ده علشان ما يروحوش في دهيا وجون بيقول لها إنه مش فارق معاه برضو علشان كده بتقرر كيم إنها تتصرف لوحدها وتاني يوم بتروح تقابل كارلا في الكافية اللي بتقعد فيه وبتدخل تستأذنها تقعد معاها على الترابيزة بعدها بتبدأ كيم تفتح كلام معاها وبتقول لها إن فيه مثل بيقول إن الكلام مع شخص غريب بيبقى مفيد وبيرايح الأعصاب لإنك بتقول اللي انت عايزه وممكن ما تشوفش الشخص ده تاني أصلا وبتبدأ كيم تتكلم معاها عن جزها اللي مدايقها واللي تغير الفترة الأخيرة وكارلا هي كمان بتقول لها إن حبيبها متغير وفيه حاجة غلط لكنها تعرف الغلط ده قريب علشان بدأت رائب تليفونه وتعمله تعقب علشان تعرف مكانه بالزبط والتليفون في الوقت ده بيكون مش مع كيم وبيكون في مكان تاني وكارلا بتقول لها إن الإشارة بتاعت التليفون في مدينة فرانكلين وهي هتروحها لهناك وفعلا بنشوف كارلا وهي ماشي ورق شرط التليفون لحد ما بتوصل للعربية بتاعت جرانت وبتعرف إن التليفون جواها ولما بتبص على التليفون علشان تتأكد بتظهر فجأة كيم من وراها وبنعرف إنها خلصت عليها بعدها بترجع البيت وبتكون لابسة ومتشيكة وبيوصل جون وبتفضل تتكلم معاه وبتحاول تصلح كل اللي فات ده وبيقرب منها من تاني وتاني يوم بيصحى جون من النوم وبينزل الدور اللي تحت الكيم وبيلاقيها مبسوطة وبتحضر الفطار وكل حاجة بتكون كويسة وبيسألها إيه اللي بيحصل فبتقوله إن مفيش حاجة وإن دال عايزي بتاع كل يوم إنها تحضر له الفطار فبيسألها لو كانت لسه زعلانة من اللي حصل الفترة اللي فاتت دي ولا لأ فبتقوله إن مفيش حاجة حصلت الفترة اللي فاتت دي أصلا وهي مش زعلانة من حاجة بعدها بيسألها عن العربية عملت فيها إيه فبتعرفوا إن العربية ركنة برة فبيبدأ جون يتدايق وبيقول لها أنهي عربية اللي برة فبتقوله عربيتنا وجون بيبقى قاعد مش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل دي وبيتفاجئ إن كيم بتقوله هو أنت بتتصرف تصرفات غريبة النهاردة لي يا جرانت فبيقول لها بلاش تنادي علي بالاسم دا تاني أنا جون بس كيم بتستغرب هو متدايق من اسمه ليه وبتفضل تقوله ما لك يا جرانت طعم مني عليك وجون بيتعصب أكتر وبيفضل يكسر في الحاجات ويدرب في كيم ويقول لها أنا اسمي جون أنا مش جرانت وبيروح يمسك المحفظة بتاعته وبيطلع منها الرخصة والبطاقة وكل حاجة وكلهم عليهم صورته واسمه جرانت فبيحس إنه منهار وبيفضل يقول لها إن دي حاجاته هو وإن هو مش جرانت وبيوصل لمرحلة انهيار عصبي وساعتها بتستغل كم الفرصة وبتجري على برة وبتمسك الكوريج بتاع الحفر علشان تدفع عن نفسها وبتقوله لو قربت خطوة واحدة يا جرانت أنا هموتك لكنه بيتعصب وبياخد منها الكوريج ده وبيقول لها أنا هثبتلك إن أنا مش جرانت وهعرفك مكان جرانت فين وبيروح علشان يحفر في المكان اللي فيه الجثة وبيفضل يحفر لحد ما بيلاقيها لكن فجأة بتظهر قوات الشرطة وبيحصروه وبيقولوا إنهم كده لقوا الجثة ولقوا القاتل متلبس وهو بيطمن عليها وبيقبضوا عليه وجون بينهار من الدحك بسبب إن مراته ضحكت عليه وسلمته وخرجت هي من الموضوع وبنشوف كم وهي سائقة العربية بتاعت جرانت ولبسة لبسة غالي وباين عليها الانبساط وإنها مستمتعة بحياتها وبكده بيكون خلص فيلم النهارده لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القاضي